سؤال نجده متداول بشكل كبير للغاية بين الناس في تلك الأون وهو لماذا الأرض لا تمتص الدم حيث نجده من السهل معرفة مكان الدم الذي يوجد على الأرض حتى بعد مرور سنين كثيرة فنجد الأرض لا تتمكن من امتصاص بقع الدم الموجودة لذا فنجد أن هناك الكثير بقع الضماء التي توجد لمئات السنين من دون أن تختفي وهناك بعض الأثار للدماء والتي أصبحت دليل لشيء ما وهو من الدلائل العلمية التي يتم دراستها حتى يستطيع العلماء فهم ومعرفة كيف كانت تعيش الكثير من المخلوقات عبر العصور القديمة وإنه من الأشياء التي تثير الاستغراب والتعجب أيضا هو موضوع أن الأرض من الممكن أن تقوم بامتصاص الماء والسوائل بشكل سهل للغاية دون الحاجة لاي مجهود وذلك عكس ما يحدث للدماء فنجد أن الأرض لا تستطيع أن تمتص الدماء بسهولة وتظل بقع الدماء موجودة بشكل كبير للغاية وتمر عليها مئات السنين وتظل تلك البقع لازالت موجودة هناك الكثير من الأسباب التي قد قدمها لنا العلماء في تلك الجزئية حول عدم قدرة الأرض على امتصاص بقع الدماء التي توجد منذ الأولى في السنين وبعد البحث وجدنا أن هناك سببين لتلك الظاهرة فيوجد السبب العلمي الذي يشرح لنا سبب حدوث تلك الظاهرة كما يوجد أيضا السبب الديني لتفسير نفس الظاهرة لذا دعونا نتعرف على السببين ومعرفتهم بشكل دقيق واحد السبب الديني عندما قام قابيل بقتل أخيه هابيل وقام بدفنه جاء سيدنا آدم عليه السلام وسأل على ابنه هابيل وقد قيل له إن أخاه قد قتله فقال سيدنا آدم أين دمه فقالوا له لقد شربته الأرض فدعا سيدنا آدم وقال لعن الله أرضا شربت من دم ابن آدم ومنذ ذلك الحين وهو محرم على الأرض أن تتشربي دم اثنان السبب العلمي فقيل لأن جزيئات الدم أكبر من المسام الموجودة في الأرض فيتجلط الدم كما أنه يوجد بالدم أجسام سيتوبلازيمية ولا تتكسر إلا عند ملامستها الهواء فيتجلط الدم حتى لا يحدث نزيف ودور هذه الأجسام الأساسة هو تحويل المادة البروتينية السائلة الموجودة في الدم وهي الفابيرونجين إلى مادة صلبة تسمى الفابيرين وهي خيوط متصلبة تتجمع حول السطح الجلدي لتمنع خروج الدم من الجلد إذن الأرض من الطبيعي لا تشرب الأجسام الصلبة ترجمة نانسي قنقر